وهل المزيد من المتابعة حول وصول السيد الرئيس لكينيا للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع أستاذ أكرم قمة في نسختها الخامسة قمة منتصف العام التنسيقية تابعة للاتحاد الأفريقي كيف ترتأي أهميتها وسط مشهد إقليمي ودولي شديد التغير؟ يعني بالتأكيد مصر لم تتوقف قوة التولى مادة بطور التعاون توسيع دوائل الشراكة والتعاون والتكامل مع القرى الأفريقية من تفكي المجاليات طبعا يعني هذه القدمة مهمة يمكن في نايل الفات تبقلنا في الكوميسا ومصر سلموا الرئاسة اللي ازام بها والكوميسا فيها جوشت منها من المهم إلتكرة التكامل الصناعي الإقليمي تفتيجية التصنيع يعني القدمة دي يمكن كانت أحد الأليات اللي مصر أطلقتها في رئاستها للاتحاد الأفريقي على اعتبار أنه توزيع المهام وتوزيع المهام المختلفة بين الدول الأفريقية وبين الأليات المختلفة لأنه اتفاقية التجارة منطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية دخلت حيث تمتيج في 30 مايو 2019 وتم التصديق عليها من برلمانات 24 دولة أفريقية من المهمة في مثل هذه القمة أنه يتم عمل تناغم بين تجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا عبر إجراءات لحس الدول اللي عضاها على تنفيذ الإعفاءات الجمهوروكي نعرفين أنه منطقة التجارة الحرة العدد مستهلكية حوالي 1-2 من 10 مزيار وإجمالي الناتج المحلي بتاعها 3 تريليون دولار وبتمثل 3% من الناتج الإجمال العالمي وهي فرصة الحية بتعزيز النمو ونفساد والتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية وجهود مصر تدعم التنمية الشاملة في أفريقيا واضحة باعتبار أن منطقة التجارة الحرة أحد المشبوعات طموحة يعني واردة في أجندة 23 وإحنا كمان الحقيقة من خلال ما بعد الكوميسا وبعد تطوير هذه العلاقات المصرية الأفريقية على مستوىات مختلفة تبادل التجاري داخل دول الكوميسا وصل 13 مليار دولار 22 وإعلى قيمة يعني وكمان تبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا وصل 34 مليار دولار طبعا هذه الأرقام قابلة للزيادة مع تصديق الشراكة والتعاون المختلفة في مشروعات في إزالة الحواجز البيمارسية في أمان مصر بتسفع لي تقوية البنية الأفريقية في الطرق في الربط في توصيم اصطناع تبادل الخبرات في التصمية وفي الطاقة الجديدة والمتجددة وجزء المعارضة من هذه القمة الموجودة في كينيا مرتبط في تغيرات المناخ بالزبط هناك كلمة أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية سيلقيها السيد الرئيس بتشمل التركيز على العدد من الموضوعات المهمة من بينها الاندماج القاري كيف يمكن حدوث اندماج قاري في هذا الشأن؟ اندماج قاري والتكامل بينطالف في الأساس زي ما احنا قلنا الروية المصرية انه بسات القاري ستاني تقوية لتسمى المناخ مصرية لاتما بتقوية التهمة يعني قاريها كيف تقول احد السرق المهمة جدا للربط القاري فيه الرابط الكهربائي فيه التعاون فيما تعلق بمشروعات البنية الأساسية وتوطين التكنولوجيا وتوطين الاتفصلات والنقل سواء المهري أو البحري أو البري بين دول القاري الأفريقية وده بيستلزم الحقيقة دعم الدولة الوطنية وتقوية المؤسسات بالشكل بيخلكي تأمين لهذه الضرق وقدرة على انها تنقل هذه البضائع تبادلية من الشمال الى الجنوب ومصر الحقيقة بتمثل جسد بين دوايرها المختلفة دايرتها الأفريقية المهمة جدا والدائرة العربية والدورة والدائرة الاسلامية وايضا الدائرة المتوسطية وأوروبا ونحن عددين ان مصر ساعد خلال السنوات رئاسيتها الأفريقي أو حتى بعدها لأنها تعقد كما مختلفة مع اليابان وقمة أفريقيا اليابان أفريقيا روسيا أفريقيا السين أفريقيا أوروبا أفريقيا الولايات المتحدة كلها تمثل بطول لهذا الأمر لأنه شبكات الطرق وربط الكهربائي والربط الاتصال كلها عوامل مهمة جدا فيما يتعلق في توطين الصناعات وخلق قيم مضافة وعدم البقاء في سجل الخامات فقط ولكن إضافة قيم مضافة في الصناعة وفي التجارة وفي غيره بالنسبة للمنتجات الأفريقية نعم أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك